مؤشرات الطبيعة العسكرية للتواجد الرئاسي في عدن لا تخطئها عين والسؤال ما هو ميدان المواجهة الحاسمة في الوفق القريب ما أن استقر الرئيس في عدن حتى باشر بإجراء سلسلة لقاءات ذات طابع سياسي وإداري واقتصادي وعسكري آخر هذه اللقاءات كان مع قيادات المنطقة العسكرية الرابعة التي تمتد مساحة انتشارها العملياتي عبر محافظات عدن ولحج أبيا وتعز من أهم ما شدد عليه الرئيس هادي في اجتماعه بالقيادة العسكرية اليقظة والاستعداد والجاهزية والعمل بمسؤولية واحترافية مجردة بعيدا عن الحسابة الدونية والضيقة وحجته أن الوطن لم يتحرر بعد والأخطار ما تزال محدقة وتتطلب تطهير الوطن من شرور الانقلابيين لينعم اليمنيون بالأمن والاستقرار وأمام تطورات السياسية الخطيرة الآتية من صنعاء يبقى احتمال التصعيد العسكري واردا إلى حد كبير باعتباره الأداة التي يمكن أن تتفوق السلطة الشرعية في توظيفها ما يجعل من التحركات الرئاسية ذات الطابع العسكري مؤشرا على التوجهات العسكرية لتطورات الأيام وربما الساعة المقبلة اللهجة المتشددة في خطاب الرئيس أمام قيادة المنطقة العسكرية الرابعة جاءت غدا تحرك تعزيزات عسكرية وصفت بأنها كبيرة باتجاه باب المندب ما يفتح المجال أمام توقعات بإمكانية أن يكون ميدان المعركة الحاسمة المقبلة هو الساحل الغربي للبلاد وربما محافظة تعز أيضا لكن في جبهة تعز تتعثر التوقعات ويبقى صمود الجيش والمقاومة الذين يصنعان إنجازات عسكرية بالغة الأهمية في ظل شح الإمكانيات وندرة الإمدادات فعلى خطوط التماس تتحطم أحلام الإنقلابيين في استعادة معاقلها ما حررها الجيش الوطني والمقاومة في شرق مدينة تعز وغربها وعلى إيقاع هذه المواجهات يتأسس منطق جديد للحرب في تعز النصر الوشيك على الميليشية الغازية